دايماً على دايماً التشكيلة في الأهلي في خط الدفاع والوسط تقريباً سبت سبتة التعاتل الهجوميين بقى في المباراة دي تختار مين؟ والله بص وقعياً وده الأنسب في المباراة زي دي أول واحد في الخط الأمام اللي فوق طاهر طاهر محمد طاهر طاهر من نوعات اللعبة التاكتكياً محترمة جداً بيعرف دافع بشكل كويس وبيعرف ياجم بشكل كويس ممكن زي ما أقول لك ممكن إنتاجه على الجون مش كتير بس هو عنده أدوار تانية بيقدر يعملها بشكل كويس أحسن من حسين أحسن من عبقادر أحسن من بيرستاو من كهرباء الناس اللي بتاعب على الأطراف وفي نفس الوقت ممكن الاتنين التانية ممكن نشتغل عبقادر إن ده طبعاً من اللعبة المؤثرة جداً وده يبقى عنده حل غير طاهر ومحمد شريف دول أنسب تلاتة ممكن نادي نادي اشتغل فيهم والتلاتة مختلفين تلاتة مختلفين شريف زي ما أقول لك ريحة ريحة عماد هو مش عماد ميت عب طبعاً بس على الأل ريحة عماد عبقادر لعيب مهاري جداً وما بيهبش وده الميزة اللي عنده عبقادر ميش في دماغه حد فعلاً وده مطلوب في المبارات الأربعة إن شاء الله إن فعلاً المواجهات الفردية ممكن تركب جيم ممكن تركب لعيبة على لعيبة فممكن أحمد عبقادر يعمل لك واحدة تدي الثقة أكتر تدي الأرياحية اللي لعيبته لا ده إحنا نقدر نعمل وعبادر عنده الحتة دي ما بيهبش ما بيخافش فدي ممكن تركب نادل أهلي وهي فعلاً مواجهات فردية المبارات دي مواجهات فردية في الحالات الدفاع والحالات الوجومية الحاجة التانية زي ما أقول لك طهر بيعرف يقدي الدور ده بشكل كويس وهيقفل الجابهة دي لإنت عندك الجابهة دي جابهة قوية جداً فانت محتاج حد يبقى صبرت كويس جداً مع محمد آني وطهر بيعرف أدي الكلام ده بشكل كويس صحيح